تسقيط الحكومة نحن كتيار حكمة لا نشترك بهذه الحكومة ونحن سوف نكون خارجين عن الحكومة هناك استحقاقات انتخابية والإطار التنسيقي مصر على مسألة البقاء في كتلة واحدة ضمن الإطار التنسيقي بكافة شخصهم بالنسبة للسيد المالكي والفياض والخزعلي والحاج العامري وباقي الأسماء بالتالي مثل ما ذكرت قبل قليل أنه انسجام وقوة الإطار التنسيقي بانسجامهم بالتالي لا يمكن تفتيت الإطار التنسيقي حسب قولهم وهذه هنا المشكلة نحن نطمح أن يجلسوا على طاولة واحدة والتنازل فيما بينهم واليوم البلد يحتاج إلى الكثير لا يحتاج هذه الصراعات والكل تعلم هناك قصف وفوضى وخروقات أمنية وتعطل المشاريع بالتالي نحن كتيار حكمة ندفع أن يتفاهم بأسرع وقت ويذهبوا باتجاه تشكيل الحكومة ونحتاج إلى موازنة ويعني كل هذه المواضيع ومشاريع والبنى التحتية والمصانع وما شابه ذلك نحن نحتاج إلى حكومة عملية تخدم مصالح الشعب العراقي نحتاج إلى حكومة خدمية لا نحتاج إلى حكومة حكومة صراعات وتجاذبات سياسية خلينا نكونوا أضحين ما عندنا ثقافة المعارضة المعارضة هي تسقيط الحكومة وتسقيط الأشخاص اللي يعملون وباعتقادي سوف تكون هناك فوضى وما شابه ذلك بالتالي نطمح أن يذهبوا معاً لتشكيل الحكومة نحن كتيار حكمة لا نشترك بهذه الحكومة ونحن سوف نكون خارجين عن الحكومة لا نعارض ولا نشترك بهذه الحكومة اشتركوا في القناة